الحديث عن تطورات ثورة التشرين معنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي لستاذ حسين السبعوي سادح حسين مرحبا بك أهلاً سلام حياكم الله بداية سادح حسين هل حدثتنا عن مدى أهمية مدينة الناصرية أهالي أو أهل مدينة الناصرية المنتفضين في مدينة الناصرية الذين أعطوا هذه المهلة ماذا تعني هذه المهلة المهلة؟ ما حجمها؟ ما ثقالها؟ يعني أولاً مدينة الناصرية هي مدينة مهمة جداً مدينة تاريخية علينا أن نعرف ما هي قيمة هذه المدينة هذه المدينة على عداء مع إيران منذ التاريخ القديم منذ زمن سرجون الأكدي منذ زمن أورنمو يعني قبل 2334 عام قبل الميلاد هي على عداء وهذه المدينة كانت امبراطورية كانت تحكم منطقة الأناظول وإيران والخليج والعراق إلى البحر المتوسط فهي ليس مدينة عادية وهذه المدينة لها تاريخ ما قبل الإسلام مدينة الذقار ولها موقف مشهور مع إيران أيضا وهذه المدينة لها تاريخ أيضا في الأهد الإسلامي في القادسية لها تاريخ أيضا في الاحتلال البريطاني مع ثورة العشرين هذه المدينة مدينة القادة والملوك هذه المدينة مدينة الفن والسياسة حقيقة أنجبت الكثير من القادة السياسية العراقين أمثال عبد المحسن السعدون أمثال نعيم حداد هذا في التاريخ المعاصر أتكلم لك وما قبل إلى حد الآن هذه الأثار ومع كل هذا هي مدينة سيدنا إبراهيم عليه السلام هذه مدينة تاريخية قديمة ولا تقبل بالذلة ولها عداء تاريخي مع إيران لهذا السبب هي وإن كانت بغداد هي المركز لكن هي التي تعطي المهل هي التي استمرت هي التي أكثر انتفاضة هي التي تصعد هي التي يعني تحرك الساكن داخل التظاهرات العراقية فأهمية هذه المدينة علينا أن نعرف تاريخها ثم نعرف كل ما تقوم بها وشيء طبيعي لا يفاجئ هذا ربما يقودنا باعتبار هذه المدينة هي التي أعلنت عن مهلة وطن التي أعلنها المتظاهرون فيها ما هي الخيارات المتاحة عشية انتهاء هذه المهلة نتحدث على صعيد المتظاهرين نعم نعم المتظاهرين حددوا المهلة للحكومة وحددوا الإجراء أيضا بيّنوا الإجراءات التي سيقومون بها غد الحكومة وهي قطع الطرق إغلاق الدوائر وأهم شيء في مدينة الناصرية اللي يعرف مدينة الناصرية هو الطريق الدولي الذي يمر في مدينة الناصرية يربط جميع المحافظات حتى يربط إلى الأردن ويربط أيضا إلى الكويت والبصرة فهذا أنه هددوا بقطع هذه الطرق غلق الدوائر فتصعيد بمعنى هو وإن كانت سلمية لكن وسائل السلمية متغيرة وليست واحدة وليس اعتصام ما موجود في العراق ليس مظاهرة هو انتفاضة وليس اعتصام كما يتصور البعض واعتصام جالسين في ساحة وخيمة ويأتي أي واحد من الميليشيات يحرقه ثم يخرجون المؤامر ليس كذلك هي انتفاضة فتحتاج إلى تحريك ساكن تغيير وسائل السلمية السلمية لا تمتلك وسيلة واحدة فأعتقد غدا تنتي هذه المهلة والحكومة تجاهلت هذا الأمر بخصوص المهلة واعتبرته أمر غير مهم وغدا سيرون أنه سيتغلق الدوائر تغلق الطرق يغلق الطريق الدولي فتضطر الحكومة أعتقد إلى وسائل أخرى لمواجهة هذه بعد إفشال أو فشل الأحزاب والميليشيات بإنهاء ثورة تشرين ماذا بقي لهذه الأحزاب لتفعله أمام شعب رافض لكل الأحزاب ولكل منطقة الخضراء بالكامل؟ يعني شوف الأحزاب فشلت منذ البداية وتحورت إلى ذكاكين سياسية بعد ثورة تشرين فشلت فقدت جمهوره والحزب ماذا؟ الحزب مشروع سياسي وجمهور اليوم هي فقدت جمهوره المنتفض هذه الأحزاب أصبح حد كاكين سياسية اليوم بدأت تزيد من الطيم بلة استخدمت الأسلوب الأمني لاغتيالات القتل هكذا في كل يوم هي تسقط أكثر آخرها اليوم أنه يطالبون بمظاهرات ضد التواجد الأميركي لصالح إيران هؤلاء لا يخرجوا من التبعية لم يستطعوا أن يخرجوا من التبعية فبالتالي أصبح المتظاهرون اليوم يمثلون المشروع الوطني والأحزاب الحاكمة تمثل المشروع الإيراني في العراق والشعب ينحاز إلى المشروع الوطني أستاذ حسيني لأي مدى ترجحون ميل المتظاهرين في جميع المحافظات لعامل الانتشار اليوم غلق الطرق والاعتصام والعسيان المدني تركز في ذيقار تحديدا هل تتوقعون أن عامل الانتشار سينتشر في باقي المحافظات المنتفضة؟ اليوم انتشر في بغداد أيضا اليوم قبل قليل في بغداد واليوم يتابع منفق التحرير في بغداد جسر محمد القاسم قطع في بغداد يعني الوسائل تتغير قد يجوز في محافظة وسيلتها تختلف عن الأخرى ولكن الأمر لم تبقى ساكنة كما يتصور البعض لم تبقى ساكنة لكل محافظة لها وسيلتها في التغيير لها وسيلتها في التأثير تستخدمها لكن عادة الناصرية لها ميزة أنها صاحبة خبرة طويلة في مواجهة الأنظمة الدكتاتورية فعادة ما هي تبادر أو بغداد أيضا أحيانا بغداد أيضا تبادر فهكذا وبقية المدن تقتدي بها بلا شك أن هذه تظاهرات ثورة تشرين هي رافضة قلبا وقلبا وبالمجمل وبالكامل للوجود الإيراني والنفوذ الإيراني وتابعيه الآن الخيارات الإيرانية أمام أمر مهدد ويعتبر أمرا خطيرا جدا للوجود الإيراني داخل العراق ما الخيارات الإيرانية الآن؟ يا سيد المشروع الإيراني هو فشل داخل إيران ثم فشل في العراق وفي بقية الدول لأنه بالأصل هو مشروع فاشل مشروع خطأ لا يمكن أن تعتمد مبدأ تصدير الثورة لدول مجاورة يا سيد داخل كنت أنت صاحب مشروع تصدير الثورة الإسلامية أذهب وصدرها على الدول غير المسلمة على البوذيين على الآخرين على الآخرين حتى يسلمون هو المشروع بحد ذاته خطأ أعتقد إيران طبعا تكمل لما قالت تتحالف مع الآخرين ضد العرب والمسلمين بحجة تصدير الثورة وهذا منافي للقانون الدولي منافي للإسلام منافي للعراف منافي لجميع القيام إيران لا تمتلك إلا أسلوب واحد الأسلوب الأمني والأرض المحروقة هذا ما يعرفه الشعب العربي عموما في أي بلد تدخله إيران هي تحرق هذه المدينة تنهار اقتصاديا ينهار شباب أخلاقيا تنهار سياسيا تتفكك هذه الدولة هذه مشاريع إيران تختلف عن بقية الدول أستاذ حسين كيف تتوقعون أن تتعامل حكومة بغداد مع تصعيد المتظاهرين بسلميتهم في الأيام الأخيرة بعد هذه المهلة يعني شوف أنه الدولة العراقية استخدمت الحل الأمني منذ البداية ومستمرة اليوم ما كان مظاهرات منذ أربعة أشهر قدمت ستمائة شهيد عشرات الآلاف من الجرح والمعتقلين فالحل الأمني مستمر أما كذبة الطرف الثالث والملثمين والمندسين والآخرين قد يجز تتصاعد أكثر فأكثر لأنه لا يوجد شيء اسم مطرف ثالث هناك طرفين هناك شعب وهناك حكومة وهناك متظاهرين وهناك دولة لا يوجد شيء اسم مطرف ثالث كل من يقتل وابنته من الحكومة يعتمون كل من يستهدف الصحفيين ويستهدف الناشطين والمتظاهرين هو يحسب على الحكومة وهي مسؤوليتها هذه ولهذا لحظوا أنه في المظاهرات التي تدعو لها أحزاب السلطة والدولة لا يوجد مندس ولا يوجد طرف ثالث وكل الطرق تفتح والباصات تنقلهم وإضافة إلى وجبات الطعام والآخرين بمعنى أنه هناك طرفين فقط لا يوجد طرف ثالث الكاتب والباحث سياسي أستاذ حسين سبعوي نشكرك على هذا تحليل والنقاش في ستوجيو الرحيم